في حدث انتخابي يكتسب أهمية خاصة في مرحلة ما بعد اتفاق فيينا النووي بين إيران والدول الكبرى بدأت مراكز الاقتراع في إيران تستقبل الناخبين الإيرانيين الذين يقدروا عددهم بنحو 55 مليون ناخب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الذي يقود التيار المحافظ في البلاد دعا الإيرانيين بعد الإدلاء بصوته إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات مشيرا لأن أعداء لم يسمهم يتربصون بإيران وشعبها أي شخص يحب إيران يحب الجمهورية الإسلامية أي شخص يحب مجد وطنه وكرامته عليه أي شاركة في هذه الانتخابات لدينا أعداء طامعون والمشاركة الشعبية الواسعة ستخيب أملهم وتفقدهم الأمل على شعبنا أن يراقب التصويت بعيون مفتوحة الرئيس حسن روحاني الذي رشح نفسه في هذه الانتخابات لعضوية مجلس الكبراء أكد أن الإقبال على التصويت كثيف وأن الانتخابات تجري دون حوادث أمنية تذكر التقارير التي تريدنا تؤكد أن الأمن مستتب في جميع أنحاء البلاد وأن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع مرتفعة جدا إن هذه الانتخابات مؤشر على سيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي يسوّت الناخبون لاختيار ممثلهم من ضمن أكثر من أربعة آلاف وثمانمائة مرشح من بينهم خمسمائة وستة وثمانين إمرأة يتنافسون على مائتين وتسعين مقعدا في مجلس الشورى بالإضافة إلى نحو مائة وستين مرشحا يتنافسون على ثمانية وثمانين مقعدا في مجلس الخبراء أكثر ما يهم الشعب في هذه الانتخابات هو الرفاه الاقتصادي المجتمع حاليا يحتاج لفرص عمل فالبطالة متفشية كثيرا ونحن نراها ونحس بها علينا أن لا نكون مغالطين لواقعنا أنا أصوت لمستقبل بلدنا ولتحقيق مستوى أعلى من الرفاه للمواطنين تكمن أهمية هذه الانتخابات بحسب المراقبين في أنها ستعكس توجه الشارع الإيراني في مرحلة ما بعد اتفاق فيينا ففي حين يتوقع مراقبون أن يكافئ الناخبون الرئيس حسن روحاني والتيار الإصلاحي على نجاحه في إخراج إيران من عزلتها يتوقع آخرون أن يحافظ التيار المحافظ على موقع الصدارة في البرلمان المقبل ترجمة نانسي قنقر